التقى القائم بأعمال رئيس الوزراء الأخ طلال عقلا اليوم القائم بأعمال السفارة السورية لدى اليمن الحكم دندي وذلك للتوديا بمناسبة انتهى فترة عمله وثم عقلا جهود القائم بأعمال السفارة السورية خلال فترة عمله وصموده في العصمة صنعاء رغم الحرب الظالمة التي يشنها تحالف العدوان السعودي ضد الشعب اليمني متمنيا له توفيق والنجاح في أعماله ومهامه القادمة عقلا لا فتى إلى أن المؤامرة التي تعرض لها الشعب اليمني والسوري واحدة وهدفها أيضا واحدة من جانبه عبر القائم بأعمال السفارة السورية عن شكره للتعاون والدعم الذي حظي به خلال فترة عمله في اليمن منوها بتشكيل المجلس السياسي الأعلى وما يمثل من أهمية للشعب اليمني في المرحلة الراهنة لإدارة البلاد مؤكدا أن بوادر النصر للشعبين السوري واليمني واضحة وجلية